اشتركوا في القناة اول مرة ما تنسوش تسجلوا وتفعلوا جرس باش توصلوا ان شاء الله بالجديد ديالي وصلت اليوم غا تكون عبارة عن شوصن هنا غا نحتاج للحليب 3 كسان ديال الحليب وكاس ونص ديال الزيت ديما كنستعمل الحليب نص زيت انا استعملت عبار ديال كاس العنبا هنا الملحة او الابزع او دقيق الابيض حسب الخالط غادي نبدأ على بركة الله ناخدو هنا نوضعو في الحليب هو الول كما كتعفو الحليب كي طغل لنا العجين سواء الحليب او اليوغورت او حليب بودرة هادو كلهم حواج اللي كاتعو العجين غا نضيف الزيت ممكن نضيفو حتا الزاتار بودرة يكون مطحون ممكن نضيفو العجين تاوى كاعدة واحد لبنا هنا نقفضو يدينا باش ناجنو الجميل في الامر ان هاد لشوصون اقتصاديين كاللي كيستعمل فيهم تالخاميرا الفورية خاميرات الخبز ديك الجافح وبيبت ممكن تستعملوها تاية ولكن تاها الطريقة ممكن تديروها في حالة لابرتو تحتفظو بالعجين ممكن تصاوبو كمية كبيرة وتحتفظو بالعجين والوقت اللي تحتاجو وتخرجو وصفة اقتصادية وبنينا جربوها صدقوني رائعة كان بقا نخلط بشوية بشوية وكان نضيف الخالط كان نضيف عفو الدقيق هنا ما زال غادي نحتاج باقي الدقيق كان بقا هير نجمعها ونضيف لها الدقيق ومن بعد انا غادي نخدمها في الترموميكس انتو ما عجنوها في العجينة ديالكم او لا بيديكم هنا من بعد ما عجنتها في الترموميكس واحد لساس الدقيق تقعيبا غادي نوضع لها فيلم أليمانتار وغادي نخليها ترتاح باش تعطيني الطع واحد مدة ديال تقعيبا نصف ساعة انتو ما كيما كتشوفو العجينة كتجي لينا غادي نخليها ترتاح هنا الحشوة اللي السامنت بصلاة كبيرة تقعيبا مشلضة وطيبة الجوب المبشور الطون وزيتون مقطع قطعة صغيرة انا قطعتو بالقرادة وهنايا أربيح مفروم خشين يعني غليد شوية ماشي هنا غادي ناخد لنبورت بيس باش غادي نقطع كنقطع ونبرك عليا من الفوق باش تقطع لنا مزيان انا شوية هاد لنبورت بيس كان شوية حافي ناردو البال ان انا مامشي وشو نجيو بلنبورت بيس لانو الدوائر ديال لشوصان تيس راو انا طلبت من اختي انها تصور ليا باش يبال لكم كتا كان دهن نصف الدائرة بالبيض وكان بداء من نصف وسبع صغير كان نوضعو في الدقاء وكان بقارة ديال بهاد الطريقة هو الول نصف الاول ليمن وعادة كان مشي النصف الاخر كان الناس اللي كيستعملوا لفرشات ولا اني انا مسال عجبنيش داك الشكل هادي طريقة احترافية بتعلمتها من ايد شاف باتيسي فاعجباتني كين طاق خوين شفتهم هانتما كيما كتشوفوا الشكل كيجي راقي وكيجي احترافي كين طاق خوين كنت شفتهم في تلفازة زوينين كيديروهم الاغلبية لزيطاليا لايطاليين كيما كتشوفوا معروفين بالمعجنات ان شاء الله نشوفهم معكم في الفيديوهات القادمة هدا واحد دائر اخر غادي نشوفها معكم نعودها نعمرهم زيان لشوصون باش كيجيونا هكا كمقببين وكيجي واحد شكل زوين ولاني نحاولوا انه يكون في الوسط وبشوية حتى نسدوها وكنقوموا بنفس العملية دائما من الوسط وكنبقاوا غادي بالأسبوع الصغير ودقاك كيخلي انه الدينة ما كتلسقش ما في العجين حتى العجين كيكون لين هنقدوها شوية هنقبعها لخصيدة باب باش تشوفها اوبس تحكيها هنعود تاني نقبعها شكل مسكينة بنعود تاني نسدها بهالطريقة غا ما تيتحلوش لكم تأكدوهم زيان انكم سديتو غا ما غاديش يتحلوهم يعني ما تحتاجوش تا باش تقبعها هنثما كيما كتشوفوا الشكل هنه من بعد ما صوبت غالي شوصون شوطوا باك الله شكل ديالهم كيش ديزوين واحد وليش كاصلعتو هنه كيما كتلاحظوا اللون ديال البيض غا مغير لانه استعملت فيها الكوكم انتوما على حساب الموجود عندكم ممكن تستعملوا مثلا مع صفر البيض تديروا واحد جهد معلقة صغيرة ديال الخل او للماء او لحليب او لصوجة تا هي لصو الصوجة ولكن المدق ديال الكوكم وهو دائما نتواجد عندنا كيجي رائع وكيعت واحد اللون الغزال كان نصحكم انا بال الكوكم هنا من بعد ما ساليت غال شوصون ديال غادي نزوق هون بال بافو هاد المرحلة هاد المرحلة صراحة اختيارية ممكن انكم يلا ما عندكم الشي البافو ماشي بالضرورة تستعملو الفرع يكون سخن من قبل وغادي تطيبوه ان شاء الله على عافية يعني متوسطة من تحت ومن بعد حمام الفق كانت منا هاد الاقتراح يكون راقكم وتجربوه و ولا عجبكم الفيديو ما تنسوش تديرو للجام وتبارتاجوه مع الاصدقاء ديالكم والاحباب في مواقع التواصل الاجتماعي وإلا كنتوا اول مرة كتشوفوا القناة ديالي ويدزا كناز ما احبابكم تسجلوا وفعلوا جرس باش توصلوا ان شاء الله بالجديد ديالي في انتظار الفيديو القادم ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة